اشتركوا في القناة موضوع اليوم هو عن طريقة الترويم عند الأغنام أو المعز الكثير من المربين عندهم الخبرة الكافية في ترويم الحملان أو المواليد على أمهات فقدت مواليدها أو ترفض رضاع هذه المواليد ونسميها النفر أو النعجة النافر فيقومون بترويم الرضيع بعد الطرق ومن الطرق البسيطة المستخدمة فيها الترويم أو التعطيف تعطيف النعجة على الصغير أو على مولودها أن نقوم بربط النعجة من إيدها من فوق الظلفة تماما بحبل قصير ومشدود على وتد وتكون في مكان منعزل وبعيد عن الأغنام الأخرى والهدف من ربطها بشكل منفرد هو أن نقوم بإشعارها بالخوف حتى تشعر بالخوف وتعطف على الرضيع ونتركه معها فيحاول الرضاعة والاقتراب منها وهي تحاول الهرب في البداية تحاول الهرب منه عندما يرضعها لكن الحبل يشد على إيدها ويمكنها فتهدأ بعد وقت غصير ويرضع منها الصغير وخلال يومين أو ثلاث أيام وأحيانا من اليوم الأول من ربطها نلاحظ عليها أنها تعطف عليه وتخليه يرضعها ويقترب منها بشكل طبيعي وإذ حاولنا أخذه منها وأخفاؤه تثقي وتدور عليه ومن نهده عليها نلاحظ أنها تحاول الاقتراب منه وتشم رائحته وتتعرف وتعطف عليه ويرضاعه وبهالشكل تكون النعجة رائمة بشكل طبيعي طبعا في طرق أخرى للترويم غير هاي الطريقة ومن الطرق الأخرى هو استخدام جلد الرضيع الميت بعد سلحه ووضعه على الرضيع الحي اللي بدنا نرومه على النعجة ومن خلال رائحة الجلد تتعرف عليه وكأنه مولودها أو نقوم بحلب النعجة ونضع قليل من الحليب على أنفها وعلى ظهر ورأس الرضيع الجديد فرائحة الحليب توهمها وتصير تعطف عليه وتخليه يرضع منها بشكل طبيعي ولكن هناك طريقة خاطئة في الترويم وتأثر على النعجة نفسها يستخدمها البعض أحيانا وهي طريقة توضع الملح في حياة النعجة ويشعارها بعملية الولادة فالمعروف أن الرحم حساس والملح يسبب لها التهابات تناسلية وأحيانا عقم فصح أن النعجة تعطف على المولود لكن نخسر النعجة بهذه الطريقة لأن يحدث لها التهابات في الرحم ومشاكل تناسلية وتصير النعجة تحني أكثر من مرة ولا تمسك نتيجة وجود الالتهابات في الرحم وحتى العلاجات لا تنفع معها لذلك أنصح بعدم استخدام هذه الطريقة في الترويم واستخدام الطرق الأخرى اللي ما تأذي النعجة ولا تسبب لها أي التهابات أو أي مشاكل أخرى وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته